محاور عديدة طرحت في اجتماع قادة التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي في الحنانة بن نجف رغم غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني مبادرة زعيم التيار الصدري الساعية للإسراع بحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء قد تصطدم برغبة قوى الإطار في تشكيل تحالف الكتلة الأكثر عددا مع التيار الصدري قبل الحوار مع باقي الشركاء أو التفاهم حول مجمل الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة إطار التنسيق يريد أن يشكل الحكومة على رؤيته وفق رؤيته ولا يريد أن يتنازع عن الرؤية التي يريدها لا يريد التيار الصدري أن يرشح رئيس وزراء يريد أن يفرض رؤيته في رئيس الوزراء بل حتى يطمح بأن يكون الرئيس الوزراء من الإطار عبر التصويت وأيضا يريد أن يفرض رؤيته في رئيس الجمهورية عدم مشاركة قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاجتماع أثار علامات الاستفهام لدى الكثيرين رغم محاولة أقرب حلفائه تحالف السيادة لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين أقطاب البيت السياسي الشيعي مساعي لا تخفي ميولها لراعي تحالف القوى السنية مسعود بارزاني وتوجهاته تحالف السيادة والتحالفات الأخرى هي غالبا ما تكون تحالفات جامعة وتحاول توحيد جهود الأطراب السياسية الأخرى الموقف المتجدد يفرض على الجميع أن يكونوا متفائلين ويبعث إلى الأمل في أن تتشكل حكومة بالقريب العاجل لكننا أعتقد أن الحوارات سوف تطول لفترة تتناسب مع حجم التأثير الموجود في المنطقة وحجم الخلافات السياسية السابقة ولم تتمكن قوى الإطار التنسيقي من إقناع السيد مقتدى الصدر بمطالبها في إعادة رسم خريطة التحالفات من جديد وهو ما قد يعيد المشهد السياسي إلى انسداده في حال عدم تمكن التحالف الثلاثي من جمع ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد